صفقة جدلية متزال تحت بنود السرية وهي من النوع غير المسبوق في تاريخ العراق يدور الحديث عنها داخل اروقة الحكومة العراقية وهي تستهدف استرجاع جزء من اموال العراق المنهوبة ضمن بنود تلك الصفقة المتبرعمة من خاصرة اللجنة المالية في البرلمان العراقي اقتراح على الحكومة بعقد صفقة تقضي باسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضد سراق المال العام مقابل استرجاع من ثمانين الى تسعين بالمئة من الاموال التي سرقوها عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح صحفي اكد ان اعادة الاموال المنهوبة مسار صحيح يستحق الدعم وان اعادة المتهمين الجزء الاكبر من الاموال التي بحوزتهم من اجل اسقاط التهم المرفوعة عليهم هي اشارة ندم يشعرون بها وبالتالي هي حالة صحية بيد ان عضو اللجنة المالية النائب احمد الحاج رشيد اكد ان اللجنة المالية لتتبنى مثل هذا المقترح وان هذا يشجع على تكرار السرقات بالعودة الى قصة مشروع القانون المثير للجدل هذا اذنه نفذ في تونس والمغرب ومراقبون رأوا انه لا يمكن قياس العراق على هذين البلدين باعتبار انهما ليسا دولتين غنيتين وان معدل ما سرق منهما لا يعادل خمسة بالمئة مما سرق من العراق حجم الاموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى 2016 تقدر بنحو خمسمائة مليار دولار وان جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة المال العام لا تسقط بالتقادم وان ما يحاسب عليها مرتكبها والمواد القانونية تلزمه بارجاع المال المسروق الى خزينة الدولة اشتركوا في القناة